نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين تصريحات يؤكدون فيها أن المحادثات الأخيرة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية نيتنياهو باتت أكثر توتراً وحدة وأوضحت صحيفة الأمريكية أن خلافة واشنطن وحكومة نيتنياهو يتعلق باليوم التالي للحرب على غزة وكانت وسائل أعلام أمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين تصريحات تشير إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد ستغادر الشرق الأوسط خلال الأيام القادمة